اشتركوا في القناة دبرا تصفوا هناك عظاته مشاهدين الأعزاء في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم علم بالقلم في بداية هذه الحلقة ومطلعها نرحب بضيوفنا في الحلقة الطالبة إسراء والطالبة بسملة ونلقي الضوء في هذه الحلقة على سورة جديدة من سور القرآن الكريم وهي سورة المسد هذه السورة نزلت في أحد أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على الجبل ونادى على الناس فاجتمع أهل قريش فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم يعني لو أخبرتكم أن العدو قادم إليكم ماذا تقولون؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط فالنبي عليه الصلاة والسلام معروف منذ صغره بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فلما تأكد للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يشككون فيه ولا يتهمونه بكذب قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يعني إني رسول الله إليكم فهنا قام أبو لهب وهو من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام فنفض يديه وقال تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحليم ومن صفاته الرؤوف الرحيم كما قال الله عز وجل في وصفه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ولكن الله تبارك وتعالى تكفل بالرد عليه فقال تبت يدى أبي لهب وتب أي خاب وخسر وهلك بسبب فعله مع النبي عليه الصلاة والسلام وإيذائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيصلى نارا ذات لهب في هذه الصورة بسبب إيذائه وعداوته وبغضه للنبي عليه الصلاة والسلام لن يغني عنه ماله ولن يغني عنه ولده وسيصلى نارا ذات لهب وذات حرارة شديدة وامرأته أيضا كانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تضع الشوك في طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يتأذى من الشوك وكانت تحمل الحطب فتكفل الله عز وجل بالرد عليها جزاء فعلها وأذاها لنبيه عليه الصلاة والسلام فقال في جيدها حبل من مسد يعني حبل من الليف الخشن تعذب به في نار جهنم جزاء أذيتها لنبي الله صلى الله عليه وسلم يقال بعد أن نزلت هذه الصورة ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يهجوها ولم تعلم أن هذا الكلام دفاع من الله عز وجل ورد لكرامة النبي عليه الصلاة والسلام الرد جاء من السماء جاء من الله عز وجل ولكنها ظنت أنه من النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت يوما وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع صاحبه وصديقه الوفي أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجاءت زوجة أبي لهب ومعها حجر تريد أن تؤذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأها أبو بكر من بعيد خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه طمأن أبا بكر بأنها لن ترى رسول الله وفعلا كأن بصرها قد ذهب فلما قدمت وأبو بكر مع رسول الله رأت أبا بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أين صاحبك فلم يدر ما يقول أبو بكر ثم انصرفت وهنا تأكد لأبي بكر أن الله عز وجل ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحفظه فقال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فهذه سورة المسد التي جاءت ردا على أبي لهب وعلى زوجته الذي يتدبر هذه السورة مشاهدين الكرام يتأكد له صدق هذا القرآن ويتأكد له أنه كلام الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن هذه السورة نزلت في حياة أبي لهب وفيها تأكيد بأنه سيدخل نار جهنم بمعنى أنه لن يدخل الإسلام يعني كان من الممكن أن ينطق بالشهادتين ولو بلسانه فقط ولكن الله عز وجل الذي أنزل هذا القرآن بحكمته يعلم أنه لن ينطق لا إله إلا الله وسيموت كافراً ويدخل نار جهنم وهذه عظمة القرآن وإعجاز القرآن إذن مشاهدين الكرام نذهب بكم الآن إلى تصحيح ألفاظ هذه السورة الكريمة ففي أول آية ننتبه سوياً مشاهدين وننظر في المصحف الشريف حتى نذكر بعض الملاحظات أول ملاحظة حينما ننظر إلى هذه السورة في أول آية كلمة يدى نجد ألف بعد الدال وهذه الألف فوقها علامة تشبه موجة البحر هذه العلامة في المصحف تدل على المد فالذي يقرأ هذه الآية إذا كان يقرأ برواية حفص من طريق الشاطبية هذه المسميات تدل على الرواية التي نقرأ بها تسمى رواية حفص من طريق الشاطبية بمعنى أن هذه الرواية تقرأ من عدة طرق من ضمن هذه الطرق ما قرأ به الإمام الشاطبي أحد القراء فالقواعد في هذه الرواية من هذا الطريق تقتضي المد والمد يكون بمقدار أربع حركات وهذا المد يسمى عند أهل التجويد المد المنفصل ما معنى منفصل؟ شيء منفصل يعني إن فصل المد عن الهمز المد جاء في كلمة يدا والهمز جاء في كلمة أبي فلذلك سمي بالمد المنفصل فالمد يكون عند الوصل بمقدار أربع حركات تبت يدا أبي لهب وتب الملاحظة الثانية في كلمة لهب ننظر على حرف الباء شاهدوا معي مشاهدين في حرف الباء كسرتين تحت الباء لكن هذه المرة الكسرتين متباعدتين يعني كسرة وتحتها كسرة وهذا يدل على حكم من الأحكام وهو حكم الإدغام بغنة لأن الباء بعدها واو يعني التنوين بعده واو فجاء التنوين متباعد ليدل على حكم من أحكام التجويد وهو الإدغام بغنة ما معنى إدغام؟ إدغام يعني إدخال يعني العرب كانت تقول أدغمت اللجام في فم الفرس يعني أدخلته وهنا في التجويد كلمة إدغام تعني أننا ندخل نون التنوين في الواو بعدها يعني ننتقل من الباء إلى الواو لا نقول لها بن وتب لا نقول لها بو بو ننتقل من الباء إلى الواو لكن اسم الحكم إدغام بغنة يعني هذا الإدغام تصاحبه غنة لها بن و بهذه الكيفية لا نقول لها بن وتب ولا نقول لها بن وتب لها بن و بن و يبقى نقرأ لها بن وتب في كلمة وتب هذه الباء مشددة لكننا نقف عليها فتصير ساكنة ومع السكون تظهر القلقلة لكن أيضا لا ننسى أمر مهم جدا وهو أن القلقلة تكون مع التشديد لا نقول وتب حتى لا تشتبه بكلمة كسب في الآية الثانية هذه مشددة فتكون القلقلة أقوى وتب وتب وليست وتب فننتبه في هذه الآية مشاهدين الأعزاء إلى المد أربع حركات إلى الإدغام بغنة لهب و إلى القلقلة في أقوى حالاتها وتب نقرأ معا هذه الآية ورددوا معي مشاهدين الأعزاء تبت يد أبي لهب وتب وانتبهنا أيضا في أول كلمة التاء الساكنة سمعنا صوت ضعيف تبت هذا يسمى بالهمس فالتاء الساكنة يخرج معها هواء لكن بنسبة بسيطة لا نقول تبت حتى لا يصير النطق كأنه سين لا هو النسبة من الهواء تخرج مع التاء تبت تبت فقط تبت يد أبي لهب وتب ونستمع الآن إلى الآية من بسملة تفضل يا بسملة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب لا احنا ذكرنا بسم الله كلمة وتب الباء مشددة يعني القلقة لا تكون فيها أوضح ليست وتب هذه كأن الباء ساكنة لكن هي مشددة وتب لا نقول وتب وإنما نقول وتب تبت يد أبي لهب وتب 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 أيها لازم القلقة لا تكون أوضح أيضا يا بسم الله الرحمن الرحيم لازم نفتح الفم تبت يد مش يد الفم يكون مفتوح تبت يد أبي لهب وتب جميل بس في بقى ملاحظة وأيضا نذكر هذه الملاحظة للسادة المشاهدين احنا ذكرنا في كلمة لهب التنوين وبعدها هو إدغام بغنة يعني مع الإدغام لازم تكون في غنة من الخيشوم فأنت بتقرأ بسم اللهب ومفيش غنة يعني أنت بس تطيل الصوت لهب نريد مع هذا الإدغام غنة من الخيشوم لهب بن الصوت من الخيشوم لهب وتب تبت يد أبي لهب وتب ممتاز إذن مشاهدين الكرام في هذه الآية أحكام مهمة جدا تحتاج إلى عناية هم ستاء الساكنة المد الإدغام بغنة القلقلة في أقوى درجاتها هذه تحتاج إلى تدريب وإلى اهتمام وإلى عناية نذهب إلى الآية الثانية لكن بعد الفاصل فابقوا معنا نجدد بكم الترحيب مشاهدين الأعزاء في برنامجكم علم بالقلم ونذهب سويا إلى الآية الثانية من سورة المسد في هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب أيضا في هذه الآية هناك عدة ملاحظات تحتاج إلى اهتمام فعندنا أيضا المد في أول كلمة ما أغنى وهذه علامة المد كما شرحناها في الآية السابقة يعني الألف في كلمة ما فوقها مباشرة هذه الموجة وهي علامة المد ما أغنى لازم نمد بمقدار أربع حركات كلمة أغنى هذه الكلمة أيضا تحتاج إلى عناية في موضوع التفخيم والترقيق فهذه الكلمة فيها حرف الغين من الحروف المفخمة الغين مفخمة لكن باقي الحروف كلها مرققة يبقى لا يقرأ القارئ أغنى يفخم الكلمة كلها أو يقرأ أغنى يرقق الكلمة كلها يبقى فقط الغين المفخمة وباقي الحروف مرققة أغنى أغنى بهذه الكيفية الغين الساكنة بعض الناس تعمل فيها قلقلة تقول أغنى أغنى وهذا خطأ حتى في الفاتحة نبهنا عليها يعني بعض الناس تقرأ غير المغضوب الغين ليست من حروف القلقلة أغنى أغنى كلمة عنه النون الساكنة أيضا ما فيها قلقلة ليست عانه عنه يبقى محافظة القارئ على السكون أمر مهم جدا في أداء القرآن الكريم في آخر الآية كلمة كاساب الباء لما نقف عليها بالسكون مهم جدا تظهر القلقلة كاساب لكن انتبهوا معي مشاهدين الأعزاء القلقلة هنا في كلمة كاساب تختلف عن القلقلة في الآية الأولى لماذا ذكرنا الآية الأولى كلمة وتب الباء مشددة فوقها شدة لكن هنا ننظر في كلمة كاساب ما في شدة فوق الباء يبقى هنا القلقلة خفيفة شوية كاساب يبقى في أول آية وتب قلقلة بقوة هنا أخف كاساب لا نقول كاساب كاساب إذن نستمع ونقرأ ونطبق هذا الكلام من خلال هذه الآية فنقرأ معاً ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ونستمع إلى الآية من بسمنا فضل يا بسمنا ما أغنى عنه ماله وما كسب ممتاز يا بسمنا ما مشاء الله عليك إذن مشاهدين الكرام نذهب إلى الآية الثالثة وأول كلمة سَيَصْلَى أيضا هنا في هذه الكلمة حرف الصاد هو الحرف الوحيد المفخم وباقي الحروف كلها مرققة يبقى مهارة القارئ ألا يتأثر بالحرف المفخم ويفخم كل الحروف لا نقول سَيَصْلَى إنما سَيَصْلَى هكذا نفكك الكلمة إلى أجزاء حتى نتدرب سَيَصْلَى سَيَصْلَى بهذه الكيفية كلمة نارا نلاحظ معا هنا التنوين فوق حرف الرائل فتحتين هنا أيضا الفتحتين متباعدتين وبعد التنوين حرف الذال فهنا نأخذ حكم الإخفاء يبقى لا نقول نارا ذاتا نارا ذاتا والإخفاء مع الغنى نارا ذاتا هكذا تقرأ كلمة لهب الباء أيضا عند الوقف تكون ساكنة ويكون فيها حكم القلقلة ذاتا لهب طبعا حرف الذال ذكرنا قبل ذلك لازم تخرج باشتراك اللسان مع الأسنان العليا ذا ذاتا وليست ذاتا نقرأ معا هذه الآية سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب اقرأنا بسمنا سيصلى نارا ذات لهب جميل لكن عاوزين نفخم الصاد أقوى شوية سيص لأن لو نزلنا في التفخيم تشبه السين سيصلى لا سيص هذه صاد سيصلى أيضا كلمة نارا النون مرققة والرأ مفخمة لا نقول نارا ولا نارا نرقق النون ونفخم الرأ نارا ذاتا نسمع تاني الآية بسمنا سيصلى نارا ذاتا لهب ممتاز ما شاء الله عليك في الآية الرابعة مشاهدين الكرام يقول الله تعالى وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَابَةَ أولا في بعض الناس تغير الحركات وهذا خطأ كبير جدا يسمى اللحن الجلي فنسمع بعض الناس تقرأ حمالته وإن كانت في بعض القراءات صحيحة لكن احنا تعودنا في هذه الحلقات نتدارس أحكام رواية حفص عن عاصر فهنا التاء مفتوحة تقرأ حمالته بفتح التاء كلمة حمالته أيضا فيها الميم المشددة والميم المشددة نفس حكم النون المشددة يعني لازم يكون معها غنة لا نقول حمالته هكذا حمالته هذه الغنة حمالته الضغط على الميم كلمة الحطب هنا أيضا حرف الطاء حرف المفخم والطاء هي أقوى الحروف أقوى حرف في الحروف هو حرف الطاء لكن هذه الحروف المجاورة له الحاء قبله والباء بعده حروف مرققة يبقى مهم جدا نحافظ على ترقيق الحاء وعلى ترقيق الباء لا نقول الحاطب وإنما الحاء ليس حاء حاطب الحاطب والقلقلة خلاص تعورنا عليها طالما الباء جاءت ساكنة في الوقف تكون فيها قلقلة في أول الآية كلمة وام رأته مهم جدا نحافظ على ترقيق الواو لا نقول وام وام رأة لا وام رأته فهنا في هذه الكلمة حرف الرأ فقط هو المفخم وباقي الحروف مرققة ليش؟ نسمع بعض الناس ترقق الكلمة كلها فيقولون وام رأته وبعض الناس تفخم الكلمة كلها فيقولون وام رأته فأحنا تعودنا القارئ الماهر يخلص الحروف المرققة من المفخمة وام رأة وام رأته وام رأته حمالة الحطب نستمع إلى الآية من بسملة يا الله وام رأته حمالة الحطب ممتاز يا بسملة بس خلي بالك من حرف الرأ فخمي أكثر وام رأة وام رأته حمالة الحطب وام رأته حمالة الحطب ممتاز ما شاء الله عليك الآلة الأخيرة مشاهدين الكرام يقول الله عز وجل فيها في جيدها حبل من مسد أولا في كلمة جيدها الجيم في القرآن تخرج من وسط اللسان جي لا نقول جي جي مثل ما نقول مثلا جيهان لا الجيم في القرآن فيها شدة جي نقول جبل أيضا بعض الناس تقول جيدها جيم فلا توجد جيم في القرآن وإنما جي جا جو أج هكذا يكون النطق الصحيح لحرف الجيم في جيدها كلمة حبل الباء فيها قلقلة لأنها ساكنة طبعا بنركز على حرف الباء هنا وعلى القلقلة لأن القلقلة هنا وقعت في وسط الكلمة نحن متعودين القلقلة تكون في آخر الكلمة أو عند الوقف هنا جاءت القلقلة في وسط الكلمة فبعض الناس يقرأ حبل لا ليست حبل حبل والقلقلة كما ذكرنا قبل ذلك لا تكون بحركة ليس حابل أو حابيل لا نجعلها فتحة ولا كسرة ولا ضمة هي ساكنة لكن ندفع بها الصوت حب حابل طيب هنا في كلمة حابل أيضا التنوين الضمة المتباعدتين وبعد التنوين حرف الميم فوقه شدة هذا أيضا حكم الإضغام بغنة حابل من لمن يبا هذا إضغام بغنة أيضا من ما سد النون ما فيش فوق النون حرف أو علامة السكون وبعدها من مشددة فهذا أيضا إضغام بغنة يبا عندي في هذه الآية إضغامين بغنة وراء بعض حابل من ما سد ولازم القرء يحافظ على أزمنة هذه الغنان تكون نفس الزمن حابل من نفس الزمن فنقرأ حابل من ما سد والقلقة لا تظهر في حرف الدال من كلمة ما سد عند الوقف إذن مشاهدين الأعزاء في هذه الآية الأخيرة نركز على حرف الجيم جيدها نركز على قلقلة الباء حابل وعلى قلقلة الدال في آخر الآية ما سد وعلى الإضغام بغنة حابل من ما سد فنطبق هذا الكلام عمليا ورددوا معي في جيدها حابل من ما سد نستمع إلى الآية من بسملة اقرأي في جيدها حابل من ما سد ممتاز يا بسملة والآن نستمع إلى السورة كاملة من أولها إلى آخرها تفضل يا بسملة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب 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 ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحقب في جيدها حبل من مسد أحسنت يا بسملة إذا المشاهدين الأعزاء بهذه الآيات من سورة المسد نصل إياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم علم بالقلم وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة